كيف تتعلم الإسلام؟ نعم لكن بعدما دخلت انتهى قطع على كل شيء حاربوك الحمد لله وجدت شخص واحد الذي رأى الوقت الدخولي في الإسلام وكان كذلك يحب وقال لي تستطيع أن تدرس أن تدرس في كامبالا يوجد مكان يسمى كامبالا يعني مجلس على معارف الإسلامية نعم درسوا هناك في سنتين من شاء الله يعني التعاليم العلوية يعني أولوية تعريب أولويات الإسلام أولويات الإسلام تعليم أولي أولي تعاليم أولي وجدته سنتين يعني مبادئ الإسلام نعم بعد ذلك دخلت في الدعوة كنت أحس في قلبي قومي الجلويين لأنني أنا جلوي قبيلتي جلوي وهذه قبيلة يعني الرقم الثالث في دولة ها هي الثالثة بالنسبة للعدد نعم نعم يعني في خارج بلد في خارج كينيا يوجد بعض الجلويين في أوغاندا نعم يوجد كذلك في سودان جنوب سودان يوجد جلويين عدد كثير وكذلك كونغو نعم كذلك يوجد بعض الجلويين فأنت أردت دعوة هؤلاء هؤلاء قومك والآن حتى الآن تخصصت في دعوة إلى جلويين باللغتهم وأكتب كتب يعني باللغتهم وأنتشر تنشر الإسلام وأنشر الإسلام بلغتهم الحمد لله ما شاء ونتيجة كبيرة الحمد لله كبيرة هذا من فضل الله أيوة بعدما انتهيت الدراسة في مجلس المعارف الإسلامية نعم بدأت الدعوة يعني حركات الدعوة وبعد ذلك دخلت في جامعة جامعة أمة يسمى أمة يونيباسيتي نعم أمة يونيباسيتي لأن هذا الجلسة منهي عنها نعم أمة يونيباسيتي نعم أمة يونيباسيتي دخل هناك ألفين وعربة عشر وأربعة عشر نعم ألفين وأربعة عشر نعم لكن درسته هناك قليل جدا تم شهر ثلاثة عشهر نعم أو أربعة عشهر ثم خرجت كنت أريد المكان يعني الناس يتقلمون عربية يعني كل وقت نعم أريد يعني عربية تريد تتعلم اللغة العربية نعم يعني بأي يعني طريقة طريقة نعم بأي طريقة إذن خرجت هناك وكنت أحب أن أذهب إلى سودان إلى السودان نعم وسودان تلقى الوقت كان كان يعني انتخبات نعم مشاكل أيوها مشاكل وغيرت إلى مصر إلى مصر نعم ومصر لا عارف أحد لا عارف أحد نعم إذن وما كان كذلك ما كان عندي المال وأريد تحشيره أريد يعني تجهيز نعم إذن رجعت رجعت إلى المكان إلى نسمى بيت ليس بيت يعني هوم كيف نسمى هوم نعرف القرية أو مكان المكان الذي ولدت ولدت فيه نعم نعم رجعت هنا مسخة رأسك نعم و بعيت بعية تبيع البيت الآن أيوها بعيت قطعة من العرض نعم مثل هذا نعم كم مثل هذا يعني بنفسي ما شاء الله أيوها بعيت والحمد لله وجدت بعض المال نعم واستريت تعشيرة تأشيرة إلى مصر نعم وباقية أعطيت يعني أمي قليل وزوجتي قليل هكذا زوجي نعم الحمد لله ذهبت إلى مصر وتقلمت معهم أريد يعني تدريس تتعلم اللغة العربية لغة العربية ويعني مسائل إسلامية كل إن شاء الله الحمد لله لأنني كنت قسيس من قبل والآن الحمد لله يعني غيرت الدين وأسلامت أريد يعني تعاون منكم نعم الحمد لله يعني وجدت فرصة وبدأت تعاليم تعلم اللغة العربية تعلم اللغة العربية أنت عارف تقرأ ما شاء الله يا وتكتب أكتب قليل وأسمع وكذلك أتكلم قليل نعم حينيذين نعم الحمد لله يعني قد وجدت فرصة في أليكزاندريا الإسكندريا إسكندريا نعم فرأ إسكندريا نعم وتعلمت الحمد لله في مدرسة آخر يعني مدرسة عندلوس ومدرسة الإسباح درست هناك الحمد لله بعد ذلك يعني طلبت فرصة في أزهر الشريف نعم والحمد لله وجدت فرصة وبدأت يعني تعاليم تعلم في الأزهر أيوه هناك الحمد لله لكن مرة أنا هناك مرة أخرج مرة أنا هناك مرة أخرج إذا وجدت يعني الكيفية يعني كيفية لأنني أسكن في الشقة في الشقة نعم نعم ها المصاريف يعني أيوه المصاريف أيوه وكذلك أدفع نعم وعندما يعني كيف أن الانتقال يعني تأخذ السيارة من هنا إلى هناك نعم نعم صعب نعم وواصلات أيوه وكذلك تعشير تعشير إلى هنا ورجوع ماذا لو كان والله أسر الحمد لله الحمد لله أحياننا كنوا صعبة لكن الحمد لله إذا وجدتوا أنا أعود هنا أعود للدراسة أها حتى انتهاء ثم جرجع الحمد لله